أنا عندي على قواعب بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالفعل فيه 300 ألف واحد من هذا القطاع منتظمين في سداد الاشتراكات بتاعة التأمين الاجتماعي يعني ناس عندها وعي ومش بصص تحت رجله وبيسدد كل شهر للتأمينات نصبها نصيب العامل الغير العامل بتاع المقاولات 154 جنيه في السنة؟ في الشهر اشتراكات معاشات اه لسه اقولك اشتراك معاش وصحي وتأمين صح 154 جنيه واقول لحضرتك فيدة 154 جنيه دول ايه فال300 ألف اللي موجودين على قواعد البيانات هييجي على مكتب أقرب مكتب تأمينات تابع لمحل سكنه وياخد برينت انه مسدد الاشتراكات التأمينية بتاعته لغاية يوم 31-12-2021 الاسبوع اللي فات انه مسدد اشتراكاته ويطلع به على اي فرع للتأمين الصحي تابع مدينته او المحافظة اللي هو فيها وهيستلم البطاعة بتاعته وخلاص على كده بقى مستفيد بخدمات التأمين الصحي كشف طبي اشعاعات تحاليل ادوية عمليات جراحية كله تابع التأمين الصحي كله تابع التأمين الصحي ومجانا احنا بلعلن ده واتمنى ان كل الفئات المستهدفة فورا يتمتعوا بهذا التأمين الصحي الشامل تمام ده قطاع طيب هل اللي بيشتغلوا في المأولاد في مصر هما 300 ألف بس لا طبعا دول التلتمئة ألف 5 مليون دول التلتمئة ألف اللي عندهم وعي وشافوا من تجاره بالحياة شاف زميله لقدر الله توفى او اصيب وهو شغال او اصيب وعجز عن الكذب وبقى قاعد وما فيش حد بيصرف عليه عارف حضرتك لو هو مشترك في التأمينات ثلاث شهور متصلة وحصلت له اصابة العمل دي ياخد معاش ياخد معاش على ثلاث شهور اشتراك معاش امتو قد ايه كم 2030 جنيه مدى الحياة اه مع زيادة ويزيد سنويا وفي حالة وفاته يورس على ورسته ومع بنته لغاية ما تتجوز ومع ابنه لغاية ما يتم 26 سنة كل مزايا التأمين الاجتماعي اصبحت متاحة دي طيب لو انا ببص بقى على بقيت عمالين مع اولاد اه يعملوا ايه عايزين نخضعهم للحاجتين للتأمينات الاجتماعية نقول لهم تعالوا استفيدوا وكمان جبنا لكم ميزة جديدة التأمين الصحي اسمها التأمين الصحي هيبقى ايه المطلوب منه ايه المطلوب من العامل ده احنا سهلنا وبسطنا كل الاجراءات كل اللي مطلوب منه ببطاقة الرقم القومي بتاعته المثبت فيها المهنة انه عامل مقاولات سواء كان بقى نجار مسلح حدد مسلح كهربائي محار اي حاجة في شغل المأولاد بالمهنة اللي موجودة في البطاعة يتوجه الى اقرب مكتب تأمينات هيدفع اشتراك 154 جنيه اللي هو بتاع اول شهر وبعدين المفروض بنبعثه لكمسيون الطبي يوقع الكشف الطبي عليه علشان يقول لي ان الراجل ده لائق للمهنة اللي عايز يشترك بيها في التأمينات دي تكلفة الكشف الطبي ده حوالي 150 جنيه احنا بنقوله كتسهيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هتبعتك تكشف في الكمسيون الطبي وما تدفعش جنيه احنا هنحاسب الهيئة العامة للتأمين الصحي على الكشف الطبي اللي ابتدائي ده او الكشف الطبي المبدأي يبقى هيتوجه للمكتب التأمينات يدفع المئة وخمسين جنيه نديله جواب لكمسيون الطبي يطلع به يكشف مجانا هقفات بنتيجة الكشف الطبي ده انه لائق لأداء الخدمة خلاص كده انتشتركت في نظام التأمين الاجتماعي اشتركوا في القناة